اشتركوا في القناة عن كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال رح يكون شرح مبسط مش عميق يعني كثير نشرح الاساسيات تأثيرها على البروج على البيوت اللي طبعا بده يعرف شو يعني بيوت موجودة في قائمة الدروس موجود واللي بده يعرف الزهرة تاعته وين كانت موجودة ساعة ميلاده عادي في برضو لينكات تحت واحد عشان تعرف الخرطة الفلكية واحد كيف تستخدم الموقع اللي فيه الخرطة الفلكية واللي عنده اي سؤال يكتبه في التعليقات تحت ان شاء الله اذا كان في وقت رح نجاوب عليه بس نكون سؤال في صلب موضوع الدرس يعني خلينا نشوف ايش اللي تحكي الزهرة لما تكون في البروج في البداية الزهرة في الحمل يكون هذا الشخص عاطفي جدا بحيث تتأثر عواطفه بسهولة ويكون رد فعله سريع ومباشر كما انه لا يحتمل علاقة عاطفية باردة الزهرة في الثور هذا الشخص عاطفي لكنه يمتلك الوقت الكافي للاستمتاع بعواطفه نراه يحب الطعام الجيد ويحب امتلاك الكماليات الزهرة في الجوزاء هذا الشخص عاطفي ولكن مشكلته تكمن في عدم قدرته على التركيز على شخص واحد فقط في حياته تكون في حياته عدة علاقات نتيجة ملله من العلاقة الواحدة لفترة طويلة الزهرة في السرطان لا يشعر بقوة العاطفي اذا لم يتهيأ له جو من الامان والاستقرار الزهرة في الاسد هذا الشخص عاطفي جدا اذا وقع في غرامك فانك تعرف ذلك من اول نظرة دون ان يتكلم الزهرة في العذراء هذا الشخص يحلل العلاقة على مهل بحيث يبدو لمن لا يعرفه جيدا بانه بارد العاطفي عملية التحليل هذه تبعد عنه الحبيب المنشود مسبب له بعض الانتعاض الزهرة في الميزان تعني هذا الشخص عاطفي بحاجة الى طرف اخر يتفهم مشاعره ويبادله جو رومانسيا هادئا الزهرة في العقرب هذا الشخص غيور جدا واذا وقع في غرام شخص ما فانه يريده له روحا وجسدا اما كل شيء او لا شيء على الاطلاق الزهرة في القوس هذا الشخص كريما مع من يحب ويميل للتنقل والسفر الزهرة في الجدي هذا الشخص لا يجيد فن التعبير عن عواطفه خاصة امام الاخرين ومن لا يعرفه جيدا يعتقد انه باردا عاطفيا الزهرة في الدلو هذا الشخص يفضل الصداقة على الارتباط بعلاقة قوية تحد من حريته واستقلاليته الزهرة في الحوت هذا الشخص عاطفي جدا يتنفس الحب ليلا نهارا وينسى حتى ان يتأكد من مشاعر الطرف الاخر اتجاهه وصلنا الان للزهرة في البيوت الاثنى عشر خلينا نشوف ايش بالنسب لك كل بيت الزهرة في البيت الاول يتمتع من مظهر خارجي جذاب وغالبا يتزوج في سن مبكر الزهرة في البيت الثاني يستفيد ماليا ويجذب اشخاص يميلون الى الانفاق عليه الزهرة في البيت الثالث يعبر عن نفسه بطريقة فنية جميلة ويحافظ على علاقة ودية مع الاخوة والجيران الزهرة في البيت الرابع يستفيد من عقار يترك له اهله وتكون علاقته العائلية ايجابية الزهرة في البيت الخامس يحب الاطفال والمغامرات الرومانسية ولا يتخلى الحظ عنه الزهرة في البيت السادس تكون علاقته انسجامية مع زملاء العمل وقد يتم زواجه ضمن مجال عمله الزهرة في البيت السابع يحافظ على علاقة انسجامية مع شركاؤه الزهرة في البيت الثامن يحصل على مبلغ مالي جيد من تركة او تعويض او شراكي الزهرة في البيت التاسع يبدي اهتماما بالدراسات الدينية او الفلسفية ويحب السفر الزهرة في البيت العاشر تلعب المرأة دورا ايجابيا في الدفع بمصالحه في مجال العمل الزهرة في البيت الحادي عشر يكون نشيطا اجتماعيا ويكون صداقات متعددة الزهرة في البيت الثاني عشر في كثير من الاحيان يفضل الوحدة على الاختلاط بالغير هيك منكون انتهينا من شرح وتفصيل كل البيوت والبروج لتواجد الزهرة في الخارطة الفلكية هيك بقدر الشخص انه يحدد عواطف الشخص اللي بده يتعامل معاه او اكتر الاشياء اللي بتميز فيها من ناحية العاطفية طبعا حكينا اللي بده يعرف كيفية التعامل مع هاي الامور او يعرف وين كانت الزهرة في ساعة ميلاده بده يطلع الخارطة الفلكية الخارطة الفلكية موجودة في صندوق الوصف طريقة استخراجها وفيه برضو لينك ثاني عملية الشرح للموقع هذا كيف تدخل انت وتستخرج الخارطة الفلكية الخاصة فيك حاولوا انك وتحفظوا هاي المعلومات لانها بتفيدكوا كثير في تحليل الشخصيات وعندي طلب اخوي منكو يعني اللي بيلاقي واحد من الاصدقاء مثلا كاتب انه بدي اعرف طالعي او وين الزهرة تاعتي او مش عارف استخدم من الموقع او مش عارف اسوي اللي عنده صار معلومات او بيقدر يستخرج الخارطة الفلكية او يعرف يحدد الكواكب هاي يساعد اخوه منه اول اشي انت بتمارس هذا العمل او هذا الفن وبصير عندك خبرة اكثر في الموضوع هاد ومنه بتعاوني انا كمان فعلى اساس انه كلنا نتعاون مع بعض في انجاح هذا المجال من الدروس اللي الكل يستفيد منها ان شاء الله تعالى وان شاء الله ما رح اقصر مع اي واحد فيكو باي معلومة وما رح ابخل عليكو باي شيء الكو كل الاحترام والتقدير وفي النهاية من قول والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء